سيد شريف قبل ما سيب موضوع لجنة الحكام واستقارة الكابتن عسامة عبد الفتاح هل تتوقع بعد استقارة الكابتن عسامة عبد الفتاح يعود الاهلي أو يعدل عن قراره ويلعب كأس مصر وكأس السوبة المصري؟ أولاً قرار النادي الاهدة جاء بعد اجتماع لمجلس الإدارة وشركة الكورة يعني عدى مجلس الإدارة بالكامل وطلعوا مجموعات القرارات دي وما فيش مجلس الإدارة يعني المجلس الإدارة اللي جاي يوم الثلاثة وقرارات الأهلي أو طلبات الأهلي ما تنفستش يعني ما تنفزتش ماشي زي ما طلب يعني ماشي فالأهلي مش علق بمطش الكاس يوم الحد الجاي هو الأهلي كان طلب يوم ما تنفز طلب إيقاف محمود عشور إقالة لجنة الحكام إقالة لجنة الحكام مش استقالة بس ده ما حصلش وكابتن محمود عشور بعد نهارة حد الكورة الأكبر من ده أن التحاد الكورة ما ردش عن نادي الاه يعني التحاد الكورة ما فتحتش حتى تحيين هو في نقطتين بس تحاد الكورة بحسب كابتن عصام عبد الفتاح كان متحفز على تعيين كابتن محمود عشور حكم للبار النهاردة في مراب برامل زغاز المحلة نهاردة أستاذ جمال علام بعد قرار استقالة عصام عبد الفتاح مباشرة قال إنه أحالة الشكاوة المقدمة من الأندية للحكام أو ضد الحكام أو ضد الحكام ده هروب من المسؤولية ده هروب من المسؤولية كان لازم يبقى فيه رد ورد معلن على النادي الأهل حنا أبحث الكلام ده وكبرا يشوف الكلام ده Sacred لكن ما فيش حاجة حصل يعني رد الفعل ما جايش وعدين اللي حسم موضوع رحيل الكابتن أسام عفتاح تصريحات وزير الشباب ورياضة مبارح في الإزاعة لما قال ان كلاتنبرج جاي رئيسا للجنة التحكيم لجنة الحكام والتطوير لان احنا بعد ما الأهلي طلع قراره قراراته دي فجئنا انه وقعت لنا على الواتس خبر ان كلاتنبرج جاي لتولي رئاسة لجنة الحكام يوم الجمعة الكابتن أسام عفتاح بصفة رئيسا للجنة الحكام هيكتمع مع جلاتنبرج اللي جاي يطور الحكام يوم الحد ما لتقوش زي ما قال لك الكابتن أسام بحد قال له قال له اللي حصل قبل كده أو قال له الكلام ما تلتقيش معاه مبارح اللي حسم الموضوع مش اتحاد الكور اللي حسم الموضوع وزير الشباب ورياضة لما طلع قال ان الراجل ده جاي باريس راجل حكام ترجمة نانسي قنقر